بمجرد ذكر صدام حسين بتختلف الأقاويل بيتقال عنه ده وقف في وش أوروبا وناس تقول عنه طاغية كان عايز مجد شخصي حياة مثيرة انتهت نهاية مفجعة أنا زياد واقل والنهاردة هنتكلم عن قصة مهيب الركن صدام حسين من البداية للنهاية قبل ما نبدأ ما تنساش ان اللايك وسبسكرايب بيساعد جدا في ان القناة تنتشر وبيساعدنا اننا نتطور فاعمل لايك وسبسكرايب وشيري للفيديو نحن لن نستسلم ننتصر او نموت ولا تظن انها نهاية سيكون عليكم ان تحاربوا الجيل القادم والاجيال التي تليه فلسفة شمان فلسفة الخمين يجوز يسعى المكلمة الدجال الدجال مربع من الجبل من البر حيث زاقوا الى البحر حيث الكويت والأحمد انت تعرفون شنو يجرعنا ويحيشي خوانا لا شيء غير السيف صدام حسين مجيد عبدالغفور سليمان اتولد 28 ابريل 1937 في قرية العوجة في العراق وقبل ما ييجي صدام للدنيا بكام شهر بيتيتم بعد وفاة ابوه بيتقال ان والده مات موت عادية وبيتقال برضو ان كان فيه قطاع طرق كانوا بيعتدوا على واحدة ولما هو حاول يدفع عنها اتلوه وما كانتش دي اخر الاحزان اخو صدام الكبير اتوفى بمرض السلطان البيئة اللي صدام اتولد فيها كانت بيئة صعبة ابن يتيم في اسرة فقيرة في قرية معزولة عن العالم ما فيهاش ابسط الحاجات اللي هي كهرباء ومية ونور وبعد وفاة جده انتقل صدام انه يعيش مع خاله وكاغلب الاسر وقتها ان الزوج مات والزوجة لسه صغيرة فراحت اتجوزت ودي كانت نقطة التحول الاولى في حياة صدام حسين لان زوج امه وراء من العذاب الوان ضرب وتعنيف وحرمان من التعليم واجبار ان هو يشتغل في رعي الاغنام او حتى بيع البطيخ في اللقطرة وانجبت امه تلاتة من زوجها الجديد برزان وطبان وسبعاوي وبيوصف صدام طفولته الصعبة دي بانها هي اللي شكلت شخصيته وحياته بعدين نوصل للمرحلة التانية وتكاد تكون الاهم في حياة صدام هروبه من زوج امه ومن حياة الفقر وراح يعيش مع خاله في تكريد خاله خير الله طلفاح زابط سابق في القوات العراقية ليه زابط سابق؟ لانه اضطرب من الجيش بسبب افكاره السياسية اضطرد لانه كان عاشق لهتلر والافكار النازية هاتله بس فكرة النازية وهتلاقي عيونه بتطلع قلوب حياة صدام مع خاله كانت طوق النجاب النسباله بعد حرمانه من التعليم بدأ يتعلم وتعلم القراية والكتابة وتعلم برضه الشدة والصرامة ما تنساش ان خاله كان عسكري وفي نفس الوقت اتأثر بافكار خاله واولاد خاله الافكار اللي كانت سبب دخول صدام لحياة السياسة وانضمامه لحزب البعث الكاره للملكية دور خاله خيراله تلفاح وقف شوية لانه اتحبس خمس سنين بسبب نشاطه السياسي خلال الخمس سنين اللي اتحبس فيهم خاله او حتى قبلها بشوية كانت الصورات هي الترند في الوطن العربي المجلس العسكري بيثور على الملكية في مصر وبدأ عبد الناصر يدعو لفكرة القومية العربية صدام وقتها كان عنده حماس شباب رهيب وزاب من حماسه ده رفضه في الكلية العسكرية في العراق فبدأ عن ده انضم لمنظمة شبيبة شبه العسكرية وكان اول ما يسمع صير بمظاهرات ضد الملك تلاقي صدام اول واحد فيها وده قده في مرة ان صدام يتمسك في احدى المظاهرات ويدخل السجن ست شهور فاكر لما قلتلك ان افكار عبد الناصر وافكار ثورة يونيو انتشرت جدا في الوطن العربي اهي وصلت للعراق وشوية زباط بقيادة عبد الكريم اسم اسقطوا الملكية في العراق وحكموا هم بس عكس الانقلاب اللي في مصر الانقلاب اللي في العراق كان واحد من ابشع الاحداث اللي في تاريخ العرب كلهم عبد الكريم اسم واللي معاه دخلوا الاصر الملك فيصل التاني بالدبابات وضربوا الاصر بالدبابات كانوا عايزين يقضوا على كل ما يتبقى من العيلة الملكية مش فارق معاهم لاستات ولا رضع احنا عايزين نقضي على العيلة الملكية تماما على الناحية الثانية صدام كان لسه خارج من السجن ما بقلهوش شوية ها بقى نسيبه يرتاح يقوم حزب البحث مكلف صدام ومجموعة من الشباب باغتيال عبد الكريم قاسم تخيل اول مهمة تتكلف بيها هي قتل رئيس الجمهورية هقولك لو رجعت اتفرجت على كل الانقلابات الثورية على النظام الملكي هتلاقي ان الرؤساء كانوا بيخرجوا في مواكب عامة قدام الشعب عشان يكسروا فكرة ان الملك كان دايما قاعد في القصر ومحدش بيشوفوا فيخرجوا للشعب ويسلموا عليهم والناس كلها بتتفرج وتسقف فكان من السهل جدا اغتيال اي حد وقتها وللمرة التانية حماس الشباب عند صدام حسين يخونوا بدأ الموكب ان يعدي بس قبل المعاد المحدد انه يضرب فيه فتح صدام حسين النار على الموكب وفشلت عملية الاغتيال وجات الطلاقات كلها في السواق مش في عبد الكريم قاسم ما كان من صدام الا انه خد بعدك وهرب مفيش حل تاني وهرب صدام على سوريا وقاعد فيها شوية ومن سوريا جاه على مصر جاه صدام لمصر في سنة واحد وستين عشان يدرس في كلية الحقوق وربنا فتحها عليه هناك وبقى احد قادة حزب البعث وتجوز صدام من بنت خالو سجدة خير الله واللي خلف منها بعدين قصي وعدي ورنى ورغد وحلى ودول لازم يتفرد لهم حلقة لوحدهم على اللي حصل فيهم بعدين هتقول لي بس يعني دراج الهربان هو كان فاضي يتجوز هقولك ان تجوز من بنت خالو بالمرسلة في الاول ما كانش شافها وتاني حاجة صدام كان مستحيل يرجع العراق لان اثناء هروبه كان خرج حكم بالاعدام عليه هتقول لي طب انا عندي سؤال تاني طالما حكم الاعدام ليه مصر ما تسلمهوش للعراق هقولك ببساطة لان عبدالناصر كان ساعد عبدالكريم اسم في انقلابه على الملكية مقابل شروط معينة بس بمجرد ما عبدالكريم اسم طلع على العرش منفس الشروط دي فبقى فيه عداوة ما بين عبدالناصر وما بين عبدالكريم اسم فبقى من الطبيعي ان وجود صدام في القاهرة امان وعشان تبقى فاهم تأثير عبدالناصر فعبدالناصر كان بالنسبة لصدام حسين مسأل اعلى وكمان قابله كزا مرة واداله عبدالناصر نصايح في الحياة السياسية تقر صدام حسين في مصر بس بعد اربع سنين يجيلو خبر غير متوقع في شهر فبراير سنة 1963 حزب البعث قدر انه يعمل انقلاب على عبدالكريم اسم ويسيطر هو ع السلطة وتم اعدامه على الهوى مباشرة وتسلم عبدالسلام عارف رئاسة العراق فورا صدام حسين رجع للعراق وانضم الحزب البعث تاني وبدأ صدام يتدرج في المناصب جوه الحزب وبدأ يحط خطته لاعتلاء رأس الامة العراقية وايه هي الخطوة الوحيدة اللي ممكن تكون ما بين صدام وما بين الرئاسة طبعا الرئيس عبدالسلام عارف فبقيادة صدام ومجموعة من حزب البعث حولوا اختيال الرئيس بس اكتشفت المؤامرة وتم اعتقال صدام ركز معايا في اللي هقوله ده كل الصورات اللي حصلت في العراق واليمن وسوريا وليبيا كلهم مشوا على خطوات صورة يوليو في مصر فبعد فترة تم تهريب صدام حسين من السجن وبعدها بشوية سيطر اعضاء من حزب البعث على دبابات وعلى مناطق عسكرية تابعة للقيادة العراقية ومعداش كم ساعة ونجح الانقلاب وسيطر حزب البعث على العراق اه يعني صدام خلاص بقى رئيس العراق اه لسه صدام كان لسه خارج من السجن وكان عارف ان هو في الحالة اللي العراق فيها دلوقتي دي ماينفعش هو اللي يبقى في وش المدفع محتاج حد ياخد الضربات مكانه لحد ما هو يجهز وزي ما قلتلك واحدة واحدة صدام بقى نائب الرئيس وبقى هو المتحكم تقريبا في كل حاجة بس برضو مش هو اللي في وش المدفع فبدأ صدام يبني سمعة كبيرة وسط الشعب رعاية صحية للشعب محوة امية لمئات الالاف في العراق اللي كانت نسبة الامية فيها عالية اوي بدأ يحقق استقرار في بلد مستحيل فيها الاستقرار بلد فيها مشاكل دينية ما بين سنة وشيعة وما بين مسيحيين ومسلمين ومشكلة عرقية ما بين العرب وما بين الاقراض اللي عايزين ينفصلوا ومشاكل تانية على الحدود مع ايران كل ده صدام قدر يسيطر عليه وبدأت العراق تطور من انتاج البترول عندها وحصل طفرة في البنية التحتية وفي التكنولوجيا وفي التعليم فيه تنمية كبيرة بتحصل في العراق ده غير انه مضى معاهدة صداقة 15 سنة مع الاتحاد السوفيتي فبقت السلطة وكل حاجة تقريبا تحت قيد صدام ونوصل للسنة الموعودة سنة 1979 السنة اللي استقال فيها البكر وسلم السلطة على طبق من دهب لصدام وبقى مهيب الركن صدام حسين رئيس للعراق ليه تاريخ 1979 ده تاريخ مهم لو ركزت معايا فمصر هي محور الاحداث في الوطن العربي ما بين سنة 50 لحد سنة 80 لان كان كله متأثر بفكرة عبد الناصر ولما مات عبد الناصر العالم العربي كله كان مشغول بفكرة العدوان السلاسي ومن بعدها حرب اكتوبر ولما تولى صدام حسين رئاسة العراق كان بمصر ماضية معاهدة السلام مع الكيان وده اللي خلى دول عربية كتير تقطع علاقتها بمصر فبدأ صدام حسين هو اللي ياخد فكرة توحيد العرب وزعيم الثورة العربية فبدأ صدام حسين يسحب البصات من تحت ايد السادات وعبد الناصر وياخد هو فكرة تحقيق الوحدة العربية بس للأسف الصورة الملائكية عن صدام حسين ما دامتش كتير في عيون الشعب العراقي وفي عيون زعماء الوطن العربي والشعب العربي رئيس سوريا حافظ الأسد وقتها كان عنده مشروع توحيد سوريا والعراق مع الرئيس السابق قبل صدام اللي هو البكر فلما جه يفاتح صدام كرئيس للعراق في الموضوع من تاني قابل ده رفض قاطع من صدام حسين وبعدها بكام يوم صدام يجمع أعضاء حزب البحث كلهم في قاعة الخلد في العراق مبادة وخلقها ومبدعيتها وعصالت في النظام من أجل القضايا القومية بعد 11 سنة يظهرون خوانة من هذا التراز ويعيد تاريخ نفسه للمرة المليون يطلع صدام على المنصة ويقول أسماء ناس معينة واللي هم تخبروا وخانوا صدام لصالح حافظ الأسد طب بص معايا على الفيديو ده دي مش فرحة الناس بتنصيب صدام حسين رئيس للعراق دي فرحة باقي أعضاء حزب البعث إن ما تقلش أساميهم وإنهم لسه عايشين انت متخيل الرعب اللي كان موجود في اللحظة دي وبعد اللحظة دي بدأت السياسة العراقية إنها تاخد منحنة غريب شوية العراق بتتفق مع فرنسا على مشروع نموي مشترك وفعلا يتبني المفاعل وخلاص هيشتغل يقوم الرئيس صدام حسين طالع في تصريح إنه يمتلك الكيمياء المزدوج وإنه قادر على حرق نصف إسرائيل إذا اعتدت على العراق وتقوم طالع إسرائيل وضرب المفاعل بالطيران نيجي لواحد من أهم فصول الحكاية وهي حرب الخليج الأولى المنطقة الحدودية اللي بين العراق وإيران موجود فيها جماعة اسمهم الأكراد واللي من ساعة ما استقلت العراق وهم عايزين ينفصلوا ويبقى ليهم حكم ذاتي زي ما حكيت لك شوية إن صدام قدر يعمل تجانس أو هدوء نوعا ما ما بين العرب والأكراد ده عشان لما كان لسه نائب عمل معاهم معاهدة إن الأكراد بلاش انفصال بس هديكوا حكم ذاتي بس بعد فترة الأكراد عملوا ثورة تاني بمساعدة إيران فعشان صدام حسين يهد الثورة دي قال لي إيران خلاص وقفي دعم للأكراد وأنا هتردلكو الخميني الخميني ده شيعي معادل الملكية هو معادل أي حاجة في الدنيا وفعلا طرد صدام الخميني اللي كان حربان في العراق بقاله أكتر من 15 سنة ملحقش صدام ياخد نفسه ولقى الثورة الإيرانية قامت وسقطت الملاكية ورجع الخميني بس المرادي وهو ملك للبلاد صدام كان هيتجنن الخميني أكيد هينتقم مني بعد اللي عملته فيه وتقوم حرب الخليج الأولى الحرب اللي كان لها سبب تاني برضو شايف المنطقة اللي قدامك دي دي اسمها شط العرب وكان نصها لإيران ونصها للعراق قام صدام طلع وأعلن سيادة العراق الكاملة على الشط فتقوم حرب دامت 8 سنوات وطبعا خلصت الحرب دي والدولتين خسرانين مديات وأرواح كتير جدا وبدل ما كانت العراق في طريقها للتنمية بقى الدولة مديونة بسبب الحرب مش أنا لسه بقولك أن العراق خارجة من حرب اقتصادها متضمر فيه في واحد من أغرب قرارات الحكام في التاريخ صحي العالم كله في يوم من الأيام على إن العراق غزت الكويت رغم إن صدام حسين كان مأكد لكل الناس إنه مش هيخزوها قلت له عضاية صدام حسين وقلت له أنت عندك نية تعمل حاجة جرها بصراحة ألا بس ما تقولش الكويت غزو صدام حسين لأبعاد كتير جدا أبعاد اقتصادية وتاريخية ممكن نفرد له حلقة لوحدها لو عايز قلي في الكومنتات بس اللي محتاجت عرفه دلوقتي إن زي ما قلت لك العراق كانت مديونة لدول كتير بسبب حرب الخليجي الأولى واحدة من الدول دي كانت الكويت والسبب الثاني إن عشان العراق تسد الديون دي كانت عايزة الدول العربية تقلل إنتاج النفط فالمعروض يقل والطلب يعلى فسعر البترول يرفع من هنا تقدر العراق إنها تحقق مكاسب وتقدر تسد ديونها قامت الكويت عكس تطلب العراق مزودة في إنتاج النفط طبعا دي أسباب أنا ما بقولش إن ده مبرر للغزو وفي أقل من 48 ساعة كان احتل صدام العراق وهربت العائلة الملكية الكويتية للسعودية والعالم كله اتقلب وقتها وقامت اشتركت أكتر من 30 دولة عشان يخلوا العراق ترجع لأراضيها وبعد 6 شهور اتحررت الكويت وعشان تبقى فاهم مهما كانت الحروب ومهما كانت السياسة بتمشي إزاي ده كله بيجي على المدنيين في الآخر حرب الخليجي الأولى والتانية مات فيها كمية مدنيين لا توصف ويعاب على دول عربية كتير إنها اشتركت في الحلف مع أمريكا عشان تضرب العراق عشان ترجع من الكويت بعد حرب الخليجي التانية دي كانت بداية نهاية صدام حسين والعراق كلها ونتيجة الحرب دي فرضت أمريكا حصار اقتصادي شديد على العراق لدرجة إن هي كان بتاخب منها النفط مقابل الأكل والشرب بس النهاية الحقيقية كانت سنة 98 لما شنت أمريكا وبريطانيا عملية ثعلة بالصحراء وبدأت إن هي تعمل عمليات عسكرية في العراق وزاد الطيم بلا قتل صدام حسين لواحد من أكبر وأهم رؤوس الشيعة محمد صادق الصدر وزي ما قلتلك العراق بلد فيها الشيعة كتير ودي كانت ساعة الصفر لسقوط بغداد أزيدك من الشعر بيت إن أمريكا كانت ببعتها مفتشين يفتشوا لو فيه أسلحة ضمار شامل في العراق قام صدام حسين طردهم ففي سنة 98 يصدر الكونجرس الأمريكي قرار بعملية عسكرية لغزو العراق بحجة إنهم بيمتلكوا أسلحة نووي ودمار شامل وتأخر القرار ده خمس سنين بسبب أحداث 11 سبتمبر وبعد أحداث 11 سبتمبر اللي حصلت في برجين التجارة العالمي واللي خلاص بعد السنين دي كلها اكتشفنا إن هي أحداث متلفقة مش لبلادن ولا حاجة وفي سنة 2003 كانت ليلة سقوط بغداد وفي أقل من 20 يوم سيطرت أمريكا على العراق بشكل كامل واختفى الرئيس صدام بعد فترة لحد ملفزة القوات الأمريكية عملية الفجر الأحمر واللي تم القبض فيها على الرئيس صدام حسين داخل حفرة بعد ما بلغ عنه أحد أقربه طبعا رواية إن هو لقوه في حفرة وإن حد من قريبه بلغ عنه دي رواية خيالية تنفع لفيلم أمريكي دي مش الرواية الحقيقية وتعددت روايات كتير بس أقرب واحدة صحيحة إن أحد المحاميين اللي كان بيدفع عن صدام حسين قال إن الرئيس صدام حكاله إن تم تخديره وبمجرب مفاء لقى القوات الأمريكية قدامه واستمرت محاكمة سورية عشان بس أمريكا تقول إنها دولة عادلة بس دي طبعا ما كانتش محاكمة دي كانت مهزلة وعايزك بجد تروح تشوف شخصية الرئيس صدام حسين كان عامل إزاي قدام القاضي وكان الرئيس صدام ليه طلب أخير إنه يتم إعدامه رميا بالرصاص زي العساكر ولكن حكم عليه شنقا وأعدم في 30 ديسمبر 2006 سنة 2006 أنا كنت لسه طفل وقتها بس أنا فاكر إنه تم إعدامه في العيد الكبير وفاكر إنه هو ما كانتش عيد علينا في مصر الناس كلها كانت قاعدة قدام التلفزيون بتشوف اللي بيحصل في رئيس مؤثر ورئيس الناس كلها حبته زي صدام حسين حاولت تكون حيادي على قد ما قدر وانقل التاريخ زي ما حصل لإني في الأول والآخر أنا مجرد راوي للتاريخ إحنا مش جايين نحكم على حد وسؤال الحلقة هل أنت شايف صدام حسين زي ما قلنا في أول الفيديو محارب لأمريكا وراجل بطل ولا كان مجرد طاغية عايز مجد شخصي لو عجبت الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو لأن ده فعلا بيساعدنا جدا في إننا نطور المحتوى وإن القناة تستمر أنا زياد واقل أو زا تيلر والسلام عليكم